الفقرة دي احنا معانا عالم من اهم العلماء المصريين عالم فخورين بيه لان بسببه بيشرفونا ناس افاضل اخواتنا من دول العربية المختلفة بيجلوا مخصوص والحقيقة احنا في البرنامج هنا بنبقى متشرفين ان احنا معانا قيم عظيمة زي دكتور اللي معايا دلوقتي وبشكره قبل ما ابتدي وقبل ما قدمه انه وافق انه يكون ضفنة انا عارفة قد ايه حضرته مجبول لكن لما قلنا له المشاكل اللي هنتكلم فيها الحقيقة مشاكل مسكوت عنها وبعض الناس يعني السلام العائلي بيكون مش مزبوط والشكل الاجتماعي ممكن يعني الاسر تعيش في جوه مش مزبوط او تنفاصل حتى خالص فمحتاجين حضرتك عشان تدينا امل محتاجين حضرتك عشان تقولنا ان العلم تقدم جدا جدا وان شاء الله على ايده بيكون شفا مرة تانية وجوده اعلاء قيمة ليا وللبرنامج بشرفني ضيفي استاذ دكتور محمد عبدالشافي استاذ امراض الزكورة والضعف الجنسي بكلية الطب الحاصل على زمالة امراض الزكورة من جامعة ساو باولو وعضو الجامعية الامريكية لامراض الزكورة شرفتني يا فندم وانستينا شرف لينا يا فندم بشكر حالاتك ده انا اللي متشكرة يعني عالم عظيم زي حضرتك يعني استاذ في علمه بيجيلوا ناس من اخر الدنيا فيعني احنا محظوظين بان حضرتك طبيب مصري موجود معنا في مصر شكرا يا فندم قبل بس نبتدي الفقرة لو فيه اطفال اقل من 18 سنة يعني يروحوا يذكروا والبابا والمواع يعني يشرفونا في الفقرة دي لان يعني حنشوف فيها ان شاء الله امل لناس كتير جدا جدا دكتورنا الفاضل احدى الصديقات بنتها متزوجة بقالها كذا سنة وما حصلش يعني انجاب فالام بتسأل بنتها فاكتشفت بالصدفة البحتة ان هذا الزوج يعني لا يقوم بواجبات والزوجية كروجل يعني فالام قالت ليه كده ومش عارفة ايه طب نروح لدجال يكون فيها معمول له عمل والحاجات عليك اللي عرفها دي فانا دايما بقول العلم يعني مشينا وراء الدجال يعني دي كلها حاجات يعني فيها نصب فالحقيقة الراجل رافض او هذا الزوج رافض رافض يعترف انه مريض وحتى قال انه ما فيش علاج فعايزين اعرف من حضرتك اسباب حدوث الضعف الجنسي عند الازواج هل هي اسباب نفسية ولا ممكن تبقى اسباب ناتجة عن امراض بسم الله الرحمن الرحيم اسمحي لا اشكر حضرتك على المثال اللي حضرتك طرحتين انه هو فعلا من المثال شائع وموجود في كل مجتمعاتنا المصرية والغير مصرية الزوج دايما بينكر او بيرفض ان عنده مشكلة كل العبء بيحطه على الزوجة انه هي السبب ايوه وده نداء مننا مجتمعاتنا فانتم الشرقية فعلا ده بيحصل كلها للأسف لان الراجل اتعود ان كلمة ذكورة بالنسبة له او رجولة تعني انه كامل مفيش حاجة اسمع حد كامل الكمال اللي لا واحد فهو عنده مشكلة اكيد لا بده ان يبحث عن حل اللي لا ولا يوجد خجل من البحث عن حل اللي مشكلته اطلاقا خاصة اذا قلنا له انه لا يوجد مشكلة فيما يخص الضعف الجنسي بصفة عامة الا ولا حل ونجح بنسبة ما في المية لا ثانية واحدة برضو حاجة تطمن يعني اي حد يكون عنده هذا المرض ان شاء الله بالعلم الحديث طبعا وحاجة بروفسير كبير وعالم كبير ان شاء الله في علاج لكل الامراض اكتر مشكلة بتخلي الرجل يخجل لان موضوع الضعف الجنسي ده علم موضوع كبير لكن المشكلة الحقيقية التي تؤرق الرجال هي مشكلة ضعف الانتصاب ونقدر نقول لكل الرجال على وجه الكرة الارضية انه لا يوجد رجل عنده ضعف انتصاب الا وله حل ونجح بنسبة مية في المية يعني ما فيش احتمالات اخرى غير النجاح فلماذا تخجل ولماذا تضع اسرتك على الانهيار وانت مشكلتك محلولة انت خايف من ايه انت خجول من ايه مشكلتك اذا كنت خايف لها حل اذا كنت خجول لها داعي الموضوع بقى دلوقتي بنعرضه احنا لكل الناس على السوشيال ميديا وبقى متداول وبقى بدايته نهايته معروفة ان انت حلك مشكلتك لها حل معروف طيب خليني انا اخد دور يعني كاني هذه السيدة البنتها الرجل مثلا رافض انه يروح لطبيب تمام وبرده زي ما حاك قلت الجملة المضبوطة ممكن تبقى بنتك هي مش عارفة كذا او كذا بالتأكيد فنقول له ايه وخاصة ببرده هيبقى داحي واديني لسؤال تاني هل الضعف ده مرتبط بسن ممتاز يعني هل احنا مثلا الرجل الكبير هو اللي بقى مثلا عنده هذه المشكلة ولا ممكن شباب كمان يصابوا بهذه المشكلة ممتاز نقول للرجل اولا انه لا داعي للخجل ولا داعي انك تضع اسرتك على المحق وانت عندك حال ناجح خلاص لابد انت تتوجه لقرب مختص وكتير من الزواجات بيشيروا هذا اللي يبقى عن الأزواج وهم اللي بيسألهم لأزواجهم ولما بيلقوا الموضوع السهل بيحاولوا يقنعون انه هو ييجي لا احنا مش عايزين ان انت يبقى فيه وسيط بيننا وبينك انت تقدر تجي لنا بسهولة ولو عايز تيجي يا اخي في الخفة تعالى مش محدش هيكشف سرك بس انت حلك موجود ومعروف يعني ممكن يجي لواحده من غير زوجته مثلا من غير اي حد معاه بالتأكيد وفي سرية تمة وفي سرية تمة لان التخصص ده برضو احنا بنراعي حتة الرجولة والفحولة انه ما ينكشفش سره لحد حتى من قرب القربين ليه فما فيش مشكلة انك تجي لنا وتعرف مشكلتك وتخليك تعيش اسرة كاسرة سعيدة وتأدي حياتك بشكل طبيعي لان انا دايما نقول الكلمة الشهيرة ان الضعف الجنسي ده مشكلة امن قومي لان اي مرض في الدنيا بينعكس تأثيره على المريض فقط اما هذا الموضوع فينعكس على المريض وعلى زوجته وعلى اولاده الاسرة بالكامل وعلى المحيطين به وفي محيط عمله وفي تعاملاته مع الاخرين في سلوكياته فهي مشكلة امن قومي بيأثر على كل مناح الحياة له ولأسرته طيب ليه؟ ليه وانت عندك الحال ده رسالة لموجهة للرجل طيب هنفترض ان هذا المريض جال حضرتك ايه انواع العلاجات اللي ممكن حضرتك تعرضها عليه وبناء على ايه هتعرض هذه العلاجات ممتاز رغم ان هذا التخصص تخصص حديث في تخصصات الطب وادخلها في بداية التمانينيات كتخصص مستقل لكن نقدر نقوله ان انت علاجك مطروح منذ من ابسط حاجة قد تكون علاج السبب يعني انا لو مريض سكر مثلا مجرد انا زبط سكري هرجع انسان طبيعي يعني ببساطة يعني ممكن يكون الحل في حاجة تافهة جدا ومس من تابق ليه مجرد عندي كولستيرول عالي وعليكته ارجع علاقة التم بشكل طبيعي خلاص انا عملت الكلام ده كله وما فيش برضو استجابة بنديك بعض ادوية بتساعدك على ان يتم تنشيط هذا الموضوع او العلاقة بشكل طبيعي برضو ما نجحناش في هذا الموضوع او ما كانتش هي مجدية بالشكل الكافي فيه عندنا الحل السحري والاخير والناجح بنسبة 100% ولولا انه جراحي لقولنا هو الحل الوحيد وهو موضوع الجراحة اللي اسمها زراعة الدعامة ايوة دي بقى برضو ممكن بعض الازواج يخافوا تمام وممكن ما يبقاش حاسب تأثيراتها وممكن يقول لك طب انا حاسب شغلي وحياتي بعد مثلا العملية دي 5-6 شهر مثلا مش عارف اتحرك ولا بتاع ولا ايه فبرضو نوضح للناس فكرة الدعامات وهل هي جراحة عويصة تستغرق مثلا المريض يقعد في المستشفى شهر ولا شهرين وما بعد هذه الدعامات او العملية دي يقدر يمارس حياته وينزل شغله او يتحرك لان دي دي يعني الحقيقة قلت قبل كده فيما يخص العلاجات دي امرها سهل بسيطة او يعني ممكن يلتزم بيها لكن كلمني بشكل تفصيل يا فندم اكتر عن الدعامات تمام نرجع للنقطة الاولى اللي حقيقة اصرتيها هو موضوع المخاوف هو يعني اي راجل او اي شخص بلاش اي راجل لما بنقوله فيه جراحة بيبدأ يقلع لكن احنا عايزين نقوله ان مع تقدم طرق الجراحة ومع وجود الخبرة الكافية من الاطباء في مثل هذه الجراحة اصبحنا احنا كنا زمان نقولك فيه حاجة اسمها جراحة اليوم الواحد او الجراحة البسيطة اهدي اقل من اليوم الواحد واقل من البسيطة كمان زمان كنا بنشوف الجراحة دي على انها مجزرة كأنك داخل في مجزر دمه والدنيا مبهدلها والعيان بيتبهدل فعلا انه لازم في كل يوم تغيره نعم ده العيان بيجيلنا في خلال بالضبط التلت ساعة بيعمل عملته ويروح بيته ماشي على رجلي يمارس حياته بشكل طريق بعد كم يوم؟ في نفس اليوم بعدها بساعة او ساعتين بلنج نصفي او بلنج موضعي يقدر يروح بعدها بساعة او ساعتين على الاكثر يروح بيته عادي ساعة ربيته لو هو مثلا جايز من بعيد ويسافر كمان لو هو جاي من دولة اخر ويسافر عادي جدا وجلد الناس كتير برضو بنفس من دول انها جاي من المطار للمستشوف المستشوف المطار الحيار ديوبات اللي قريناها كمان عن حضرتك يعني شيء عظيم وشيء مشرف جدا بس فكرة يعني اكيد الاخواتنا اللي بتفرجوا علينا مش عارفين انها بالبساطة دي يعني متخيلين ممكن يبقى شهرين تلاتة افضل قاعد في المستشفى ولا حاجة ولا اطلاقا احنا نقدر نقول للناس بالبساطة او نقول للشخص اللي عنده المشكلة دي او اللي هيعمل الدعمة لو انا جيت في الجلد بتاع ايدك مثلا او اي مكان من جسمك وفتحته كده بمشرة او حتى عفويا ماشي واتخدش في جنب كرسي او جنب طرابيز هي دي عمليتنا ببساطة احنا ما بنفتحش اكتر من الجلد وكمان يا سيدي ما بنفتحش الجلد بتاع العض هنفتح جلد كيس الخصية وكيس الصفن اللي فيه الخاصيتين الكيس مش الخصية نازم تفكر ان الخصية نفسها طيب يا اخي ده انت وانت بتحلق كده ممكن تعوى نفسك هي دي جرحتنا هي دي جرحتنا ببساطة جيدة بتفتح الجلد فقط لغير ومن خلال هذه الفتحة الصغيرة بنقدر ان احنا نزرع لك استوانتين داخل هذا العض يرجعك شخص سليم لا فيه نقطة دم بتنزل منك اطلاقا ان خلاص احنا ما ببقناش بنفتح الجسم الكافي زي زمان اللي هو ايرب الدم بيننا بنفتح يا دوب الغلاف بتاعه والغلاف ده عبارة عن ألياف لا يوجد بها شعارات دموية فهي تقريبا كأنها بتاخد الغزم من الانسجة اللي بداخلها وبالتالي انا لما بفتحها هي بدون ما افتح النسج انا خلاص انا ما فيش نقطة دم من ازدلته ما فيش اي مشكلة اكتر من انا ضميت الخط على بعضه وقفلت الجلب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجرد يحرك رجليه بعد ما البنج يروح منه البنج نصفي او حتى لو وقت بنجي ما يدار يروح بيته يقدر يمارس حياته وشغله يعني بشكل طبيعي يعني يقدر ينزل مثلا الشغل ياخد اجازة مثلا شهر مثلا يا فانتم فيه ناس كانت اعمالها تستدعي انه لازم يوجد يوميا ولا يوجد له بدائل اجريت له الجراحة وذهب لعمليه في نفس اليوم وانا اتذكر كان فيه حد مدير بنك ويمكن لو سمعني يقدر انه هو يفتكر ازا الموضوع هكي مش اقول الاسمي اه لا طبعا بس الرجل قال لي يا دكتور انا ملياش بديل انا مدير بنك وملياش بديل وانا عمدي اجتماع بكرة الساعة 11 قلت له جيلي 6 الصبح عمل عمل عملية 6 الصبح 11 كان على مكتبه بيودير جلسته كراجل في شغله لا دا حقيقة ما شاء الله عليك حاجة اكيد لانك خبرة في هزي النوع من العمليات سؤالي طب يا فندم فضل علي فندم العملية دي او يعني مش هزي اقول عملية لانك بل انت بتشرحه دي كلمة عملية جميلة والله يا فندم احنا دايما كلمة الشهيرة بقول من الظلم اني نسميها جراحة والله انا بقول ده انه من الظلم فعلا طيب مين بقى لو جال حضرتك تقوله اه يصلح لك ده ومين تقول لا ده ما يصلحش لحضرتك قولا واحدا ولا جدالة فيه ان اي شخص عنده ضعف انتصاب وجرب كل الادوية المنشطة وعالج سكره ضغطه والاخره ولم يستجب لذلك هو الشخص الذي تصلح له هذه الدعامة بدون النظر لسن معين بدون نظر لسن هي لا قيدة لها بسن بتبدأ منذ سن البلوغ حتى يا شاء الله لو الراجل سنه عدى الالف سنة يقدر يزرع دعامة زي وزي شابه في الثمانتاشر وانا ليه زكريات مع ناس يمكن اعمارها وصلت للمية وتعدت المية انا فاكر واحد عملت له اعلى واحد كان مية واثنين سنة الراجل مش مصدق اللي وصله يقول لي وانا شابه في الثمانتاشر انا ما كنتش كده فيعني لا يوجد قيد بسن طيب ما فيش مرض يمنع يعني لو حد مثلا مريد سكر حد مريد كوليسترول زي ما حيك قلت كوليستروله عالي مثلا حد مريد قلب ما فيش مرض يمنع هذه العملية يعني؟ سؤال جميل جدا الشرايح اللي بتجلنا اغلبها يا اعم سكر يا عنده ضغط يا عنده قلب يا 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 لا يوجد اي منع من اجراء الدعامة اطلاقا لكن نحط تحت لكن عشر خطوط بعض الامرات تستدعم اننا قبل الجراحة ان احنا ناخد احترازات خاصة يعني مريد السكر نقول له مفضلك زبط سكرك قبل ما تجيل انت هتعمل جراحة انت لو هتخلع درسك هقولك زبط سكرك يعني يزبط مع دكتوره سكره ونشوف النسب بالتحليل بالضبط او مع نفسه هو عارف ازاي هو سكره هو دكتور نفسه السكر ده مرض مزمن فهو عارف ازاي يزبطه مريد مثلا قلبه بياخد مسيلات للدم نقول له من فضلك مسيل الدم ويقفه قبلها مليا بتلات ايام دي كلها اسمها احتياطات الجراحية لكن ليست مانعا هي بس بتخليها ناخد بالنا من هذا المريد مش اكتر قبل اجراحها لكن لا يوجد مرض ايا كان هذا المرض مسببا للضعف او مصاحبا له يمنع من اجراء الدعمة اطلاقا يعني ده شيء برضو الحقيقة يعني يطمن يطمن الناس جدا جدا بس انا طبعا الوقت خلص ولسه عندي اسئلة كتيرة جدا لحضرتك ان شاء الله في الحلقة يعني وعدني ان حضرتك تشرفني تاني وربنا ينفع بعلمة العظيم وزي ما قلت لحضرتك حضرتك من العلماء اللي بنشرف بوجودهم معانا في البرنامج والحقيقة يعني مصر قوية وجميلة بل العلماء اللي زي حضرتك شكرا إفرائي لفكار tutti ولاreto ؟ اشتركوا في القناة ماشقوق اشتركوا في القناة تشتركوا في القناة تشتركوا في القناة حسنا قناة حسنا اشتركوا في القناة